السلام عليكم ومرحبا بكم مع سوميا من قناة وصفات ايطالية اليوم ان شاء الله سنوجد معكم الخضراء محمرة في الفرران هذه الخضراء هذه كتجرائعة بزاف وهي متعددة الاستعمالات ممكن اننا نعمر بها البيتزا او مع الباط او مع الروز كما اننا ممكن نحفظو عليها في تلاجة الواحد مدة طويلة ووقت ما بغيناها ممكن نجبدوها ونستعملوها وده بعد ندوزو الكيفية التحضير عندي هنا الخضراء مخلطة ممكن تستعملو اي خضراء كتعجبكم ممكن تضيفو الطر بطاطة عندي هنا زيت العود وعندي هنا الحبق يهبس والزعطر يهبس ممكن انكم تستعملو اي مناسي ما تبغيتو ان هنا هي الملحة وعندنا لشاك بيوغل وده بغد ندوزو كيفية تحضير هاد الوصفة هادي اذا بعد ما غسلنا الخضراء ديالنا كان بده ونقطع فيها على شكل مربعات ونحاولو الخضراء اللي كتهزي الطياب كان قطعوها صغيرة والخضراء اللي كتبت بالزربة كان ديروها مربعات كبعة اذا اهنا قطعنا البنجال اذا كان استمرو عندي هنا الففلاء نقطعها بهالطريقة هادي كنكمل حتى الاخير كنكمل الففل هذه كاملة وده بعندي الففل الصفرة الصراحة الخضراء هادي اللي زوين فيها هي ذو كل الوينات كي يكونوا فيها جميع الالوان وده با كان دوزو القرعاء نحاولو نقطعوها شوية كبيرة حيث ما كتحتاش بزاف ديرو الوقت باش طيب ومن بعد كان اخذو الكراك سوا كان قطعوها رقيق بزاف وكي حتى شوية الوقت باشي طيب وده با كان استمر با قا عمدي البصلة تهيا كان قطعها بحال الشكل هادا طولي ومن بعد كان كان نزيد عليها خزو كنحاولو نديرو رقيق بزاف باشي طيب لينها مزيان كيف ما قلت الخضراء اللي كان تحتاج طيب بزاف كنقطعوها رقيق اذا كان استمرو عندي هنا ما طيشة حتى هي كان قطعها طريفات اذا بعد ماء سالينم تقطعو الخضراء كان ضيفو عليها الملحة ومن بعد كان ضيفو عليها لاشافيو تقريبا جوج مع القدير لاشافيو ومن بعد كان ضيفو شوية ذي الزعتر مع شوية ذي للحباق من السبل ذي الزعتر والحباق اللي مبغاهمش ما يضيفهمش واللي بغا شي ممسي مدخرة ممكن يديرها كل واحد على حسب الضوء ديها في الملحة حتى هي على حسب الضوء وعندي هنا زيت العود جوج مع القدير زيت العود ومن بعد كان بدك نخلط هاد شي هذا باش تمتازج العناصر مزيان مع الخضراء نستمر بها الطريقة حتى نحرك هاد شي مزيان ومن بعد كان ندوزو باش نديروها في الفورن اذا هنا كان اخذو واحد اللاطة ذي الفورن وكان فرشو فيها ورق شفاف ذي الفورن وكان كبو فيها الخضراء كاملة وكان بدو تنسرحو فيها ونحاولو باش الخضراء كاملة تقيس القاع ديال اللاطة ديال الفورن باش تجي محمرة كاملة والفورن تنكونو مسخنينو على درجة حرارة مئتين درجة وكان دخلو الخضراء ديالنا لمدة ساعة كنضيفو عليها شوية ديال لاشاك بيو من الفوق ممكن نضيفو التال ملحة بنسبة اللي كيبغي الملحة ومن بعد كنضيفو شوية ديال الزعتر مع شوية ديال الحفاق ومن بعد كندخلوها الفورن اذا من بعد ساعة كنجبدو الخضراء ديالنا وتتكون محمرة بهالطريقة هذي ودبا جاهز الاستعمال ممكن نستعملوها كيف مما قلت مش حال من حاجة اذا كيف مما كتشوفو ممكن اننا نضيروها في البواطات اما ديال الميكا او ديال الالمينيوم ونحفظو عليها في التلاجة التحت لمدة ثلثي ايام او لا في الفريقو وقت ما بغيناها نجبدوها ونستعملوها كنتمنى تعجبكم الفكرة ديال الحلقة ديال اليوم وتنشكركم بزاف على التتبع ديالكم وما تنساوش تديروا لايك وتشتركوا في القناة مع تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد والى اللقاء مع فيديو اخر ان شاء الله